فقال لك هذه كانت أصلاً تعبد من دون الله كانت لو افترضنا كانت انتبهوا وأين كانت كانت في المتعبّدات كانت في المتعبّدات تُرتاد للعبادة آه هذا الشيء كان في الماضي الآن أين هي في المتاحف في المتاحف ليست في المتعبّدات ليست في مكان يقال إنه مظنّت أن تقدّس وأن تعبد من دون الله أبداً يا رجل وبعدين انتبهوا لا تسمعوش الشيخ العلّان وفلان مش هذكر اسماعها محبش انهيني الناس او منحترم الناس ونستفيد منهم حتى حين تصيبون الشيخ العلامة الدكتور فلال فناني قال لك لا لا ما ظنّت أن تعبد من دول الله باقي إلى يوم القيامة في ناس همل وغلاء الاحكام لا تدور على الندرة ولا على الشاذ ولا على فتح باب الاحتمالات فباب الاحتمالات وسيع إذا فتح لا يسد تدور على مراحضة الواقع والوقائع وحتى على فهم دقيق في النصوص النبي قلنا بكلمة واحدة إني لا أخاف أو لا أخشى على أمتي الشركة بعد انتبهوا هذا في الصحيح لا تريدك صحيح أنت جندنتونا بالأحاديث والنصوص هذا النص في صحيح مسلم محمد عليه السلام يقول لك لا لا تخافش هذه الأمة المحمدية لن يأتيها يوم بإذن الله ترجع تعبد اللات ومناء وذي الخلاصة مستحيل لا سيصير وطبعا انتبهوا انتبهوا لكي تعرفوا كيف التناقض في الأحاديث وإنها بعضها لا أقول لك كلها بعض هذه الأحاديث يعني مصنع تصنع دار سك النصوص سك سك هذا في مسلم بس في الصحيح أيضا حديث أنه وش حتقوم الساعة حتى تختلف وكلمة يعني وصفة كوية جنسي يعني ما سنقوله نساء داوس حاول ذي الخلاصة حترجع قال ذي الخلاصة تعبد والله العظيم ما هي راجعة ومعبودة ياخذ ذي الخلاصة إيش إيها بلدان وهذا في الصحيح كان يرجع ذي الخلاصة تعرف الناس إذا أرادوا أن يعبدوا ماذا سيعبدون ولن يفعلوا أصلا سيعبدون أنفسهم سيعبدون عالم في الذر كبير اللي زرع رأس هذا يعني هذا باستحق العبادة مش ذي الخلاصة حجار ولا مصحيح بس ما حدا سيعبدوا شوف هذا هذا اللي حيركب لك رأس هذا كنفارو هذا سلجو كنفارو الإيطالي هذا نفسه نفسه بكرة السلع علي مخالفة مادية بفضحوا أبوه في الجرايط في أوروبا هنا سرّا أقلص كبير يقول لك هذا ولكن عالم كبير أقلصوا أنتبهوا يعمل شغل مع بنت هك يقول لك هذا شوف داعر هذا هذه بنت قاصر شوف داعر هذا عملوها مع رئيس وزراءهم الله صحيح بيرلسكوني الناس تحرّرت وعشان هيك حاول تفهم يا إخواني لماذا ختمة النبوة المحمد انتهى البشرية رشدت فقط نحن قصر ومقصرين في تبليغ ديننا أنت الآن أمام بشرية عاقلة راشدة حاول أن تعطيها التوحيد رحيقا شهدا مش ثم زعافا تسمي إسلام هو هذيك يا توقضي أقلص عليك لا رحيقا شهدا يخاطب العقول يخاطب المنطق بس لازم يكون عندك في الأول العاقل ومنطق تقول أنت عملاق دارس فلسفات وعلوم ومنطق وحياتك كلها في العلم من الصعلوك من الشوارع عندك عقد وجاي بدك بس تربح وكذلك الله أكبر وذولي تمثل الإسلام خطفت ديننا خطف الدين لا 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 مش هنسمح ومش هنسكت عن مخطوفية ديننا من هؤلاء أمثالي مش هنسكت أبدا لأننا والله العظيم مسؤولون يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى أقسم بالله أننا مسؤولون